موسيقى اشتركوا في القناة ارحب بكم لحلقة اخرى من حلقات برنامج الوصايا العشر في سورة الانعام طبعا كنا في الحلقة الماضية شرعنا الكلام حول الوصية الاولى من تلكم الوصايا العشر وهي النهي عن الشرك بالله تعالى ذكرنا بعض الفوائد التي تستنتج من البداءة بالنهي عن الشرك بالله تعالى طبعا اليوم اذن الله تعالى نحاول ان نجيب حول سؤال يتعلق بهذه الوصية الاولى هذا السؤال هو لماذا يبتدئ الله عز وجل كما يبتدئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر كبائر الذنوب يبتدأ بالنهي عن الشرك بالله تعالى وبعبارة اخرى لماذا كان الشرك بالله تعالى اعظم الذنوب والكبائر والجواب عن هذا السؤال يكون كالآتي الشرك بالله تعالى كونه اكبر الكبائر لانه يتضمن الاضرار السيئة والمفاسد العظيمة على الخلق اجمعين طبعا في القرآن الكريم كثير من الاثار السيئة والاضرار الوخيمة التي يتسبب فيها الشرك بالنسبة لأهله للمشركين طبعا هذه الاثار السيئة للشرك بالله تعالى منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخر طبعا نبدأ بالاثار السيئة للشرك بالله تعالى في الدنيا ثم بعد ذلك نلي ان شاء الله تعالى الكلام حول اضرار الشرك واثاره السيئة يوم القيامة اي في الآخرة من الاثار السيئة للشرك بالله تعالى انه ظلم عظيم قال الله تعالى في وصايا لقمان لابنه واذ قال لقمان لابنه وهو يائظه يا ابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اي ليس هناك ظلم اعظم من الشرك بالله تعالى مسمى الظلم في لسان العرب هو النقص بمعنى انك عندما تظلم غيرك فانك تنقصه وتبخسه حقه ومنه قول الله تعالى في سورة الكهف كلتا الجنتين اتتك لها ولم تظلم منه شيئا اي ولم تنقص ولم تبخس منه شيئا هذا هو معنى الظلم معنى الشرك بالله تعالى هو نقص عظيم نقص فيما يتعلق بحق الله تعالى حيث ان هذا المشرك بالله تعالى قد سوى غير الله بالله تعالى بمعنى اعطى غير الله مقاما ليس مقامه اعطى غير الله صفة اعطى غير الله قدرا لا يستحقه فظلم ربه سبحانه وتعالى ويمكن ان يكون هذا المشرك قد اراد الخير عندما يشرك بالله تعالى كيف ذلك؟ هؤلاء المشركون في القديم والحديث انما اشركوا بالله تعالى حتى يغتفع مقامهم عند الله تعالى قال الله عز وجل عندهم والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفاء طبعا هم ارادوا هذا الخير معنى مقصدهم ربما كان خيرا نيتهم ربما كانت حسنة لكنهم وقعوا في اعظم الذنوب والكبائر وهو الشرك بالله تعالى لانهم استنقصوا ربهم سبحانه وتعالى وهضموه حقه ولم يقدروه حق قدره بمعنى لم يعطوه المكانة اللائقة به سبحانه وتعالى وهو انه فوق العالمين سبحانه وتعالى هذا الامر الاول بمعنى الشرك بالله تعالى ظلم لرب العالمين سبحانه وتعالى واستنقاص من حقه جل وعلا الظلم الثاني ظلم للنفس هذا المشرك علق نفسه بمخلوق مثله سواء كان هذا المخلوق مل και كان نبيا وكان وليا وكان حجرا وكان شجرا وحيوانا وغير ذلك المهم ان هذا المشرك بالله تعالى تعلق بمخلوق مثله فهذا ما حق نفسه كان الاولى به والاجدر ان يعلق نفسه وان يعلق قلبه برب العالمين سبحانه وتعالى لانه سبحانه وتعالى هو الاهل وهو الاجدر أن تعلق به القلوب وأن تربط به النفوس لكن هذا المشرك أبى إلا أن يذل نفسه ويهين نفسه ويظلمها والظلم الثالث والأخير هو ظلم هذا الذي أشرك به مع الله تعالى معنى هو مثلا أشرك نبيا مع الله تعالى أشرك ملكا أشرك وليا صالحا يكون قد هضمه لأنه أعطاه مكانة لا يستحقها فظلمه لأن العدل أن تضع كل مخلوق في مكانه أن تضع كل شيء في مكانه والظلم إما أن تبخس ذا المكانة مكانته أو أن تعطيه فوق مكانته لا بد أن تعدل معه فتعطيه المكانة اللائقة به وهذا المشرك قد أعطى هذا الذي أشرك به مع الله أعطاه فوق مكانته وفوق قدره وفوق مقامه فلذلك من أجل هذه أنواع الظلم الثلاثة ظلم الله تعالى ظلم النفس وظلم هذا الذي أشرك به سمى الله عز وجل الظلم بأنه ظلم عظيم أيضا من الآثار السيئة للشرك على أهله أن المشرك بالله تعالى دائما في رعب دائما في خوف دائما في ذعر نعم وأما الموحد الذي حقق توحيد عبادة الله تعالى فهو دائما في أمن دائما في راحة دائما في صرور يقول الله تعالى ما في صورة آل عمران سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والباء هنا كما يقول المفسرون باء السببية بمعنى بسبب أنهم أشركوا بالله تعالى كان جزاؤهم أن ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم فالشرك بالله تعالى طريق وسبيل لحصول الرعب والخوف والذعر في قلوب المشركين أيضا من الآثار السيئة للشرك على أهله أن المشرك بالله تعالى مقطع الأوصال قلق البال مشتة الذهن أما الموحد فإنه قوي قوي بتعلقه بربه سبحانه وتعالى نعم دائما جامع الذهن والبال والقلب قلبه وذهنه وباله مجتمع بكليته متعلق بربه سبحانه وتعالى يقول الله تعالى كما في صورة الحج ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فهذا يدل على هذا المعنى وهو أن المشرك بالله تعالى مقطع الأوصال مشتة الذهن والبال أيضا من الآثار السيئة للشرك على أهله أنه يسبب لهم موت القلوب يسبب لهم المشي في ظلمات الجهل والحيرة والشك والخرافة والجهالة يقول الله تعالى في صورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها في هذه الآية هناك أثران سيئان للشرك على أهله الأمر الأول أنه يسبب لهم موت القلوب أو من كان ميتا هو حي الحياة المادية الحسية هو يعيش لكن قلبه ميت والموت الحقيقي هو موت القلوب والحياة الحقيقية هي حياة القلوب هذا الأثر السيئ الأول الأثر السيئ الثاني أنه بسبب شركه هذا هو واقع في الظلمات وهي كثيرة نعم كمن مثله في الظلمات ظلمات الشرك ظلمات الجهل ظلمات الحيرة ظلمات الشك ظلمات الجهالة ظلمات البدع ظلمات الخرافة وخير ذلك من أنواع الظلمات التي يتخبط فيها يتخبط فيها أهل الشرك أيضا من الآثار السيئة للشرك على أهله أن الله تعالى يخذله أن الله تعالى يذمه وأيضا يخذله الناس ويذمه الناس قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فتقعد مذموما أن يذمك الناس ويذمك الله وتقعد مخذولا يخذلك الناس وقبل ذلك يخذلك الله ويتخلى عنه ويدعك لنفسك قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولى الناس بأن يسمى بأنه ناس لله تعالى هو الواقع في الشرك بالله تعالى فلذلك الشرك بالله تعالى يؤثر في أصحابه الذم والخذلان أيضا من الآثار السيئة للشرك على أهله أنه يوقعهم في سوء الظن بالله تعالى المشرك يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى قال الله تعالى كما في سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء الظانين بالله ظن السوء فالمشرك بالله تعالى يظن بربه سوءا فلذلك تجده يتعلق بغير الله تعالى ولو أحسن المشرك الظن بربه سبحانه وتعالى لما قبل إلا أن يتعلق بربه لما قبل إلا أن يحقق عبادة ربه لما قبل إلا أن يرجو رحمة ربه لما قبل إلا أن يستعين ويعتمد على ربه لكنه أساء الظن بربه سبحانه وتعالى بسبب هذا الشرك الذي وقع فيه طبعا هذا بعبارة مختصرة الكلام حول هذا الأثر السيء وهو الشرك بالله تعالى يوقع صاحبه في سوء الظن بالله تعالى طبعا هذه معشر المشاهدين أهم ما يمكن قوله فيما يخص الآثار السيئة للشرك على أهله في الدنيا في الدنيا فقط أما الآثار السيئة للشرك على أهله في الآخرة فإننا نؤجلها ونرجيها للكلام عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إن وفق الله عز وجل لذلك أسأل الله تعالى في الختام أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ونجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول ما تسمعون واستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر وبركاته 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 ترجمة نانسي قنقر